بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه عصر تتصارع فيه الأحداث والأفكار وتتصارع فيه المصالح والفتن فكان لابد علينا كما تعودنا أن نستهدي بنور الدين حتى نرى الطريقة إلى الله لسعادة الدارين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة يسأل سائل فيقول هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يتجسس على خصوصية الآخر داخل الأسرة هذا سؤال إذا أردنا الإجابة عليه في نور الدين نذهب إلى سيد المرسلين نسأله هذا السؤال ونرى ما الذي يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نتجسس ونهى أن نتحسس ونهى أن نتحسد ونهى أن نحقد بعضنا على بعض النبي أمر المسافر إذا ما رجع إلى بيته أن يذهب إلى المسجد أولا حتى تتسامع المرأة بوجوده في هذه المتاحات في عصر النبوة من غير اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة كان الذهاب إلى المسجد يبلغ المرأة أن زوجها قد وصل مرة حدث أن أحدهم لم يقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبنية على الحب مبنية على العفاف مبنية على عدم التدخل في الخصوصيات بل احترام تلك الخصوصيات قال حتى تمتشط الشعثاء يعني تتجمل له تسرح شعرها تضع بعض المحسنات كما تفعل النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم خصوصية المرأة التي لا تريد أن يراها زوجها وهي على حالة معينة وأمر بهذا الرجل قال نفرض أنني قد ذهبت إلى البيت فوجدت أحدهم معها إذن هذا سوء ظن إذن هذا داعي لعدم العفاف ولعدم الحب إذن هذا تشكك وظن سيء في طرف آخر هو طرف مسلم بل هو ليس ككل المسلمين حوله بل هو عشيره في الأسرة ولذلك ذهب من غير أن يدخل إلى المسكت فوجد معها عشيقا فعل الله فيه هذا لمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذنب كبير لو حدث بينهما شيء من الزنا والعياذ بالله تعالى حقه في الشريع الرجم فهذا ليس شيئا يدعى له أو يتهون فيه أو كذا إلى آخره دعنا من هذا نحن في هذا الرجل الذي لم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب بهذه الطريقة فوجد تلك المصيبة إذن هذا نهاية التجسس والتحسس هذا نهاية الظن السيء هذا نهاية المخالفة والمخالفة لها أثر شديد في الحياة وفي التوفيق الرباني لهذه الحياة إذن نحن أمام مصيبة كبيرة إذا ما الإنسان حاول أن يتجسس على الطرف الآخر كثير من المشكلات تعرض علينا يكون سببها البحث في هذا الاختراع المفيد جدا في جوانب والمضر جدا في جوانب أخرى المسمى بالهاتف أو التليفون أو كذا وكذا نبحث وندخل عليه بشهوة معرفة لعلنا نجد شيئا هذا شعور آثم قد تكون عقوبته شديدة أول هذه العقوبة أنني قد أصطدم بما أفهمه خطأا وهو ليس عند الله كذلك فأكون قد جمعت بين التجسس وبين الظن الخطأ وبين عدوان على الخصوصية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن نبتعد عنه والأمر الثاني أن يكون حقيقيا وتكون المصوئبة والبلوى أشد ولكن هذا قدره الله عليه لمخالفته فإن المخالفة لها آثار سلبية سيئة للغاية ترجمة نانسي قنقر